اشتركوا في القناة وعلى الله عليه وكما أثنى على نفسه وأصلي وأسلم على سيدنا محمد النبي الأمين رحمة الله للعالمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني فقه قولي إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد أيها الإخوة الكرام ما زلنا في هذه المجالس المباركة نتحدث عن مبادئ علم التزكية وقد كنا في المجلس السابق نتحدث عن ثمرة هذا العلم وأن ثمرته من أعظم الثمرات وأنها الثمرة التي يجنيها العبد المؤمن في دنياه هنا سعادة وطمأنينة وراحة وأمنا وأمانا وسلاما ويجنيها عند رحيله من هذه الدنيا بأن يثبته وربه بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويجنيها بعد رحلته لينتقل إلى البرزخ فيتمتع هناك بجنات النعيم قبل الدخول إليها ثم يجنيها يوم يقف بين يدي رب العالمين ساكن النفس مطمئن القلب مظللا تحت ظل عرش رب العالمين يوم لا ظل إلا ظله ثم تكون تلك الجناية أي الجني جني الثمرة العظيمة التي هي جني ثمرة جنات الخلد في جوار رب العالمين مع الحبيب المصطفى الأمين وفي رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقد وعدنا فيما سبق أن نتحدث عن بقية الثمار التي يجنيها العبد المؤمن من هذا العلم الذي هو علم التزكية سبقا ذكرنا ثمرة من تلك الثمار ألا وهي ثمرة إثارة الحنين في القلب والروح إلى ذلك الوطن الأصلي ثم ثمرة الثانية وهي ثمرة اكتساب الصبر فإن العبد المؤمن إذا تحقق بهذا العلم الذي هو علم التزكية فإنه سيجني به وسيكتسب به وسيتحقق بواسطته بمنزلة الصبر سيتحقق بمنزلة الصبر وما أدراك ما منزلة الصبر الصبر الذي ورد في كتاب الله تبارك وتعالى نحو تسعين مرة بأساليب مختلفة فطارة يأمر الله به العباد وتارة يبشر الله به العباد قال الله تبارك وتعالى واصبر وما صبرك إلا بالله والخطاب بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أصالة ولأمته معه لأن كل خطاب يخاطب به المصطفى عليه الصلاة والسلام فالأمة وراءه تتلقى ذلك الخطاب ثم كذلك التبشير لأهله بتلك البشارة التي هي بشارة الله بشارة الله الخالدة قال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون بعد أن ذكر الله عز وجل أن هذه الدنيا هي دار ابتلاء وأن الإنسان لا يخلو فيها من بلاء في قوله جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ولم يقل سبحانه وتعالى وبشر المبتلين الكل مبتلا ولكن الذين يبشرون هم الخلاصة الذين خلصهم القرآن من جملة عموم المبتلين ليخصهم بهذه البشرى من الله وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ثم ذكر سبحانه وتعالى نتائج هذا الصبر وثماره فقال سبحانه وتعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صلوات وليست صلاة واحدة وصلاة واحدة من صلوات ربنا تعموا وتغمروا وليس لها حد ولا حصر فكيف إذا كانت صلوات ثم رحمة ثم الاهتداء ولذلك عندما تدبر عمر رضي الله عنه هذه الآية وجال في آفاقها وهذا جأن الصحابة الكرام أنهم يقرؤون القرآن بتدبر ويجولون في آفاق آيات القرآن الكريم قال عقبها حكمة عجيبة قال رحمه الله ورضي عنه بعد أن قرأ هذه الآية أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نعم العدلان ونعم العلاوة نعم العدلان هما عدلان الرحمات والصلوات ثم زاد ربك جل وعلا بعد العدلين زاد زيادة فضلا منه وإحسان وجود وكرم بالكل ذلك منه جود وكرم وإحسان وسماها عمّا رضي الله عنه علاوة ما يزاد على الحمل الحمل يكون له عدلان فإذا زاد الكريم زيادة زادها بعد العدلين وتسمى هذه الزيادة بعد العدلين تسمى علاوة فنعم العدلان ونعم العلاوة إنه التدبر القرآن لهؤلاء الصحاب الكرام إذن الصبر الصبر الذي هو حبس النفس وليس المراد بحبس النفس هنا هو ما يتبادر الذهن من الحبس وإنما المراد حبس النفس عما لم تخلق له لأن النفس إنما خلقت حرة طليقة لتجول في ملكوت السماوات والأرض فتحبسها عما لا يليق بها لا تتركها طرعا في ميادين كلها شوك وكلها حنظل وكلها مر بل عد بها لطرعا في ميادين الزهور وفي ميادين الورود وفي بساتين الثمار الجميلة الكريمة إذن حبس النفس لكن حبس النفس عن الجزع ولذلك قالوا في تعريف الصبر هو حبس النفس عن الجزع أي لا تجزع النفس وحبس اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن التسخط حبس هذه الجهات حبس النفس عند مرضات الله لتعيش في مرضات الله راتعة في مرضات الله راتعة في ذلك القضاء والقدر لتنظر إلى ثماره لتنظر إلى عواقبه فإذا نظرت إلى عواقبه وثماره استمتعت وتلذذت ثم حبس اللسان عن الشكوى لماذا لأن العبد الذي عرف حقيقة إحسان ربه حقيقة إحسان الله وحقيقة إكرام الله فإنه لا يرى في المحسن إلا كل إحسان لا يرى صورة من صور ما يجري عليه ربه لا يرى صورة من صور ما يجري عليه ربه من أقداره لا يرى فيه شيئا مكروها بل يرى فيه كل جمال وكل زينة كما قال القائل وإذا رأيت الله في الكل فاعلا رأيت جميع الكائنات ملاحة ولكن الذين لا يفقهون عن الله هؤلاء المساكين يعيشون أزمات نفسية لأنهم لا ينظرون إلى عواقب الأمور ولا ينظرون إلى يد الله المحسنة التي لا تتحرك في الوجود إلا بالإحسان لا تتحرك يد الله في الوجود إلا بالإحسان وبالجمال وبالكمال وبكل خير وبكل فضل وبكل نعمة ولذلك كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول وهو يثني على ربه لبيك لبيك الخير كله بيديك والشر ليس إليك ولذلك يقول القرآن الكريم بيدك الخير ولم يقول سبحانه وتعالى وبيدك الشر مع أنه سبحانه وتعالى بيده الخير وبيده الشر ولكن الشر الذي يوجد في الوجود ليس شر محضا أبدا لا يوجد في الوجود شر محض وإنما هو شر إضافي أن يسوق الله به العباد إلى حضيرة الخير وإلى حضيرة النور فالعبد هنا يحتاج إلى سوق كما يحتاج إلى قود يحتاج إلى من يسوقه ويحتاج إلى من يقوده والرب الكريم يقودنا برجائه وترغيبه ورحمته وفضله ويسوقنا بخوفه جل وعلا وترهيبه فهو سبحانه وتعالى يتلطف بنا غاية التلطف الله لطيف بعباده من لطفه سبحانه وتعالى أن جعل شيئا مما ينسب إلى الشر إضافة أن جعل في هذا الكون ذلك من أجل أن يسوقك إليه سوق الرعاية وسوق اللطف وسوق الرحمة وسوق المحسن الذي يحسن إلى عبده الفقير المسكين الذليل ولذلك قيل ما أماتك إلا ليحيك وما ابتلك إلا ليعافيك وما أبعدك إلا ليقربك وما أمرضك إلا ليشفيك فكل ذلك ينبغى أن يفهمك على هذا الوزان على هذا المعيار فمن كان عنده هذا المعيار فكل شيء يراه في الوجود يراه بعين الجمال و بعين الإحسان أي بالعين البصيرة وليس بالعين العوراء ولا بالعين العمياء بل يراه بتلك العين البصيرة التي أبصرت فأدركت أبصرت فأدركت ومن ثم كان العبد الذي رأى أقدار الله بهذه الرؤية لسانه لا يتحرك بالشكوى إلا إلى مولاه بل أحياناً إنما يشكو العبد العارف بربه نفسه إلى الله يشكو نفسه التي بين جنبيه إلى الله ولذلك قالوا الشكوى ثلاثة أنواع النوع الأول شكوى مذمومة وهي التي يشكو فيها الإنسان ربه إلى العباد هذه من أقبح الشكاوى أن يشكو الإنسان ما نزل به إلى العباد متبرماً من قدر الله وقدره الذي إنما أجراه عليه لينقيه ويصفيه ويطهره والنوع الثاني من الشكوى شكوى العباد إلى الله شكو العباد إلى الله وهذه شكوى مشروعة لكن هناك شكوى أرقاء وهي أن يشكو الإنسان نفسه إلى الله كما قال رب العام اليمين جل وعلا فما أصابكم مصيبة بما كسب تيديكم ويعفو عن كثير فالشكوى على هذه الأنواع الثلاثة فأرقى الشكوى هي تلك التي يشكو فيها العبد حاله ويشكو نفسه إلى ربه عز وجل ولذلك فإن الشكوى التي يشكو فيها الإنسان ربه إلى العباد هي من أقبح الشكاوى كما قال القائل وإذا شكوت إلى ابن آدم حاجة فإنما تشكو الذي يرحم إلى الذي لا يرحم أما العارفون بربهم فإنهم يشكون أنفسهم إلى خالقهم وبارئهم وسيدهم ومن ثم فإن أحد العارفين عندما آذاه إنسان ظلما وعدوانا قال لذلك الظالم الذي آذاه اذهب فإن الذي صلتك علي ليس بظالم بمعنى أن نفس الأمارة بالسوء هي التي تستحق ذلك فاعتبر ما أصابه من الغير اعتبره تربية من الله له وتنقية من الله له فكأنه أحسن إليه حيث قربه إلى الله عز وجل وكثر من أجره وكثر من حسناته وهذه النظرة الجميلة التي ينظر بها كل من عرف الحقيقة فإذا الصبر هو مما يجنيه العبد من هذا العلم والصبر يكون للمأمور أي الصبر على أداء المأمور والصبر على اجتناب المحظور والصبر على جري المقدور فالعبد هنا يدور على هذه الثلاثة فإما أن يكون في حالة أمر يمتثله من قبل ربه وإما أن يكون في حالة محظور ينهاه عنه ربه وإما أن يكون في حالة مقدور يجريه عليه ربه فهو دائر بصبره في هذه الدوائر الثلاثة فإن كان الأمر تسابق إليه وإن كان النهي كف عنه فارا منه هاربا منه وإن كان القدر المقدور الذي قدره ربه عليه وأجراه عليه صبر واحتسب وهكذا يحيى العبد المؤمن حياته بين هذه الدوائر الثلاثة لا يجد في نفسه تبرما ولا سآمة وكيف يجد ذلك وهو قلبه معلق بربه جل وعلا فهذا مما يجنيه العبد من هذا العلم وهو الصبر ومما يجنيه العبد من هذا العلم الرضا وما يأدراك من الرضا والرضا إنما يتصف به أولئك المقربون الأخيار وأولئك المحبون الأبرار الذين رضوا بربهم سبحانه وتعالى ذلك الرضا الكامل رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبرسول الإسلام نبيا ورسولا فكانوا بذلك فكانوا بذلك يتحركون في فلك الرضا في كل أحوالهم وفي كل أوقاتهم فهم على رضا من الله وبذلك اكتسبوا الرضا من الله فهو رضا متبادل رضا من الله لهم ورضا منهم إلى الله كما قال رب العالمين جل جلاله رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي عنهم فرضوا عنهم ثم بعد ذلك رضي عنهم رضا ثانيا فرضاهم بين رضاءين بين رضا مسبوق من الله وبين رضا لاحق من الله فما بالك برضا يحفه رضوانان أو رضاءان من الله عز وجل وهذا الرضا المقصود منه هو سرور العبد بمقدور الله أي أن يتلقى العبد مقدور الله بسرور وفرح وبهجة ولسان حاله قول القائل يا ليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود في الكل هين وكل الذي فوق التراب تراب وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه عند عودته من الطائف إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي أعوذ بنوري وجيك الذي أشرقت عليه الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك لك العتباه حتى ترضاه لك العتباه حتى ترضاه وقد سئل يحيى بن معاذ وهو من أهل هذا الشان سئل كيف يحقق العبد مقام الرضا كيف يحقق العبد مقام الرضا فقال رحمه الله تعالى لا يحقق العبد مقام الرضا إلا إذا أقام نفسه على أربعة أركان لا يحقق العبد مقام الرضا عند ربه ومع ربه إلا إذا أقام نفسه على أربعة أركان فما هي هذه الأركان يقول رحمه الله أن يقول إن أعطيتني قبلت وإن منعتني رضيت وإن تركتني عبدت وإن دعوتني أجبت فهذا هو فلك الرضا فالرضا يدور في هذا الفلك الذي يتكون من هذه الحالات الأربعة وهذه الحالات والأربعة هي تغطي حياة العبد الراضي فلا تخرج حالة من حالات حياته من هذه الأربعة فهو إما أن يكون من أهل الحالة الأولى التي أشار إليها قوله إن أعطيتني قبلت أو الحالة الثانية إن منعتني رضيت أو الحالة الثالثة حالة الثالثة وهي إن تركتني عبد وإن دعوتني أجبت فالعبد الراضي الذي يحقق مقام الرضا هو الذي يتعامل مع ربه بهذه الأركان الأربعة هو عندما يعطيه ربه عز وجل فإنه يقبل إن أعطيتني قبلت يقبل أعطية الله ويقدرها حق قدرها ويعظمها حق تعظيمها ويجلها حق إجلالها ويعتبرها هدية من كريم حليم محسن رحيم هو لا ينظر إلى نفسه أنه يستحقها وإنما هو إحسان الكريم وإنما هو فضل الكريم وإنما هو جود الحليم كما قال سليمان عليه الصلاة والسلام عندما أعطاه ربه عطية عظيمة جليلة وذلك عندما أحضر عرش بلقيس في لمحة بصر فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر سليمان عليه الصلاة والسلام أراد أن يظهر فضل الله عليه وأن يظهر آية من آيات الله أمام هذه الملكة ملكة اليمن بلقيس حتى ترى هذه الآية وهذه المعجزة فتنقاذ إلى الله مسلمة فجمع كبار رجال دولته من الإنس والجن وقال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب هذا الواصل بالله الجن يحتاج إلى أن يقطع المسافة بحسب ما آت الله الجن من قوة على قطع المسافة لأن الجن آتاهم الله قوة على قطع المسافة في أسرع ما يكون بحيث لا تحجبهم الحواجب المادية الكثيفة فهو يحتاج إلى مدة من الزمن يستغلقها في قلع العرش من مكانه والإتيان به إلى سليمان لكن الذي عنده علم من الكتاب تطوى له مسافة الزمن ومسافة المكان فلا مسافة في المكان ولا مسافة في الزمان وإنما هو قول رب العالم نكون فيكون كون فيكون ليس هناك مسافة زمانية ولا مسافة مكانية ولذلك قال ربي جل وعلا قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك في لمحة البصر قبل أن يرتد إليك طرفك فلما فاء فاء التعقيب فلما رآه مستقرا رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني آشكر أمكفر ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم إن أعطيتني قبلت وإن منعتني رضيت لأن العارف الذي تحقق بهذا العلم ينظر إلى المنع على أنه عطاء ليس حرمانا وإنما هو عطاء كما قال الله عز وجل في القرآن مصححا مفهوم الغافلين الذين ينظرون إلى المنع على أنه منع ولا ينظرون إليهم الواجيات الأخرى على أنه عطاء قال جل جلاله فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا كلا يا أيها الإنسان الغافل ما قدر الله عليك الرزق وما ضيقه عليك إلا من أجل أن يحسن إليك من حيث لا تشعر فعليك أن تحقق تصورك أزل ما بعين قلبك من غشاوة وما بعين قلبك من سحب لتبصر الحقائق ولذلك قال صاحب حكم ربما منعك فأعطاك وربما أعطاك فمنعك فإذا نظرت إلى المنع بعين الحكمة إن قلب المنع إلى عطاء إن قلب المنع إلى عطاء فكم من أشياء يمنعها الله عن عبده المؤمن حماية له كما جاء في الأثر إن الله تعالى يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام والشراب المريض عندما يكون مريضا فإن الطبيب يمنع عليه عددا من الأغذية لماذا يمنعه منه تلك الأغذية حماية الله ونصح الله وصيانة لبذنه فكذلك الرب الكريم يربي عبده المؤمن ويمنعه من أمور لا يكون له فيها خير ولذلك ورد في الحديث الآخر إن من عبادي يقول الله جل جلاله إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لكان الفقر فتنة له وإن من عبادي من لا يصلحه إلى الفقر ولو أغنيته لكان الغنى فتنة له فالرب الكريم إنما سمي ربا لأنه يربي العباد ويحسن إليهم ويكرمهم جل جلاله إذن هذا مقام الحالة الثانية إن منعتني رضيت والحالة الثالثة إن تركتني عبد فهو ملازم لعتبة العبودية لا يفارق عتبة العبودية بليله ونهاره وصباحه ومسائه وفقره وغناه ومرضه وصحته وخلوته وجولته فهو عبد ملازم للعبودية لا يفارقها طرفة عين استوى عنده السراء والضراء والشدة والرخاء والفقر والغناء واستوى عنده الجهر والعلانية واستوى عنده الخلوة والجلوة فهو يدور مع رحى العبودية حيث دارت رحى العبودية الدائرة التي لا تتوقف لحظة واحدة كما قال رب العالم واعبد ربك حتى ياتيك اليقين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين فهو قد حقق مقام العبودية ومن ثم فهو عبد لربه لا لا يغادر مقام العبودية لحظة واحدة وكيف يغادر مقام العبودية أو يتزحزح عنها وقد ذاق حلاوتها وذاق لذتها ومن ذاق حلاوت العبودية ولذة العبودية فإنه لا يبغي بها بديلا أبدا ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وبأن صيرت لي أحمد نبيا عليه الصلاة والسلام إذا الحالة الثالثة من حالاتي ومن أركاني مقام الرضا الذي يحققه العبد مع ربه جل وعلا وهو أنه إن تركه ربه فهو عابد لا يفارق العبودية طرف تعين حتى يكون منتهاه لقاء ربه حتى يكون منتهاه لقاء ربه حتى تتنزل عليه الملائكة لا يخاف ولا يحزن كما قال رب العالمين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون فهو كما قال ذلك العارف بالله يخرج العارف من الدنيا ولا ينقضي وطره من شيئين اثنين بكائه على نفسه وثنائه على ربه يخرج العارف من الدنيا ولا ينقضي وطره لا تنقضي حاجته من هذين الاثنين ثناؤه على الرب الكريم وبكاؤه على هذه النفس حتى تنقاذ إلى ربها جل وعلا وأما الحالة الرابعة التي عبر عنها يحيي بن معاذ رحمه الله تعالى فهي قوله وَإِنْ دَعَوْتَنِي أَجَبْتْ إِنْ دَعَوْتَنِي أَجَبْتْ فهو مع قول ربنا عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي للباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا من بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع لبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سمعنا مناديا ينادي لإيمان أنا من بربكم فآمنا ودعوة الله ومنادي الله نوعان نوع صامت ونوع ناطق النوع الناطق هو الكتاب المستور والنوع الصامت هو الكتاب المسطور والنوع الصامت هو الكتاب المنظور فهما مناديان ولذلك جمعت بينهم الآية الكريمة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ثم جاء التعقيب على ذلك ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان سمعوا بآذان قلوبهم قبل أن يسمعوا بآذان رؤوسهم فاجتمع السمعان سمعوا القلوب وسمعوا الأبدان سمعوا الأرواح وسمعوا الأشباح فاجتمع السمعان وما أجمل السمعان أن يجتمعان ما أجمل السمعين أن يجتمعا ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أنا من بربكم فآمنا اللهم اجعلنا ممن سمع النداء فاستجاب وممن قلت فيهم وقولك الحق يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم إنك يا ربنا سميع قريب مجيب وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين